عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداك فاتحة الكتاب ليه سلط الفاتحة ليه السبع المثاني التي قال الله تعالى عنها في الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثان والقرآن العظيم فقيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمامي هذا أبو هريره والحديث فبيقول الرسول يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداك خداك يعني صلى نقصة خداك خداك فقيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام ودي مناسبة برضو سؤال في حلقة سابقة وابل ذلك بحد الإخوة بيستدل بأيات في غير موضحها بيقولك لما تسمع القراءة بتاع الإمام انصد بس لا المفروض أنت تتجاوب مع الإمام إهدنا صلاة المستقيم تدعي يعني عفوا تطلم ربنا تقول آمين وهكذا فقيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام وإذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما ترى سورة الرحمن على الصحابة والسورة الرحمن فيها كم سؤال واحد فقط أخي طارق التكرر حوالي 30 مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان الصحابة لم يتكلموا ولم يجاوبوا على السؤال والحديث صحيح قال الرسول عليه الصلاة والسلام لقد كانت الجن أفقها منكم الجن أفقها منكم قالوا كيف قال ما قلت مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب يعني في تفاعل مع الآيات تفاعل تقاوب حوار فقل لأبو ربنا يا أبو ربنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك يعني بعض الإخوة مثلا يقول لو بيصلي جماعة الصلاة الجهرية الصبح والمغرب والعشاء طبعا الجهرية الإمام بيقهر طيب والإمام بيقرأ الفتح وبعد يقرأ الفتح يقرأ الصلاة اللي بعدها على طول برضو تقرأ الفاتح أيضا أبو ربنا يقول اقرأ بها في نفسك فإني ودى محل الشهد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى البركة 49 الحوار الذي يجري بين العبد تلك القرآن وربه حوار بيجري انتبه بقى أنت قبل ذلك لم تكن تدري الآن تدري كيف هذا الحوار قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد النصفين المقصود بالصلاة هنا يليه سورة الفتحة والفتحة يا أخي طارق حيب الله حوالي يعني على موقع اليوتيوب بعدة خطب لي موجودة مسجلة ليس من باب الدعاية نما من باب ليس بيزنس ولا هزو الله نما من باب الدعوة الدلال على الخير الدلال على الخير كفاعل ومن دعي لهدى كان لمس الأجير من تبعك كما صح بذلك حيث عن نبع عليه الصلاة والسلام يعني للفتحة حوالي ثلاثين اسما ثلاثين اسما ثلاثين اسما أم الكتاب الفاتحة السبع المثاني القرآن العظيم الشافية الواقية إلى آخران فهنا الحريص دي ورد من أسمائها الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين وهذا فيه بلاغة البلاغة هنا تسمية 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 الشئ بأهم جزء فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين المقصود بالصلاة هنا الفتحة أيها ربنا سمى الفتحة صلاة ليه ما الذي يستبه من ذلك أن الصلاة لا تصح إلا بالفتحة لازم الفتحة لازم الفتحة لازم الفتحة مثل بقوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودة ما المقصود بقرآن الفجر للأسف الشريط بعض الناس بيفهم يقول لك المقصود بقرآن الفجر في بعض الدول العربية يقرأ قبل أدان الفجر بحوالي تلتين ساعة وبعدين يجيبوا وبعدين يأتوا بتواشيح فبعض الناس العامة من الناس يظنوا إن القرآن الفجر هو القرآن اللي بيزع قبل أدان الفجر بأربعين دقيقة ديه لا لا وصحي المفاهيم ما هو قرآن في الوطور إيه هو قرآن الفجر المقصود بقرآن الفجر القرآن الذي يقرأ من الإمام في صلاة الفجر داخل الصلاة نفسها هو نفسه فسمي القرآن هذا لأهم شيء في صلاة الفجر القرآن اللي بيقرأ فيه وذلك في الحليص عند البخاري عند البخاري النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين الستين إلى المئة آية ما شاء الله في صلاة الفجر بالذات فلما كان بهذا الكم الهائل ما بين الستين إلى المئة آية صح أن يسمي الله تعالى صلاة الفجر يسميها بالقرآن اللي يتحدث فيه إن قرآن الفجر كان مشهودا تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار في وردية ملائكة نزلة من العصر لحد الفجر وملائكة تستلمتنا وردية من الفجر لحد العصر هاتان الورديتان يجتمعان في الصلاة الفجر في الصلاة مع الجماعة ولذلك من أبرك الساعات ومنسبة من هذا المينبر ومن هذه الحلقة نناجي على الإخوة صلاة الفجر بركة أول اختبار للمسلمfen صلاة الفجر إذا ننجح في هذا الاختبار وأيقن واعتقد يقينا أن صلاة خير من النوم فلينهض إلى صلاة فلينهض إلى صد الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فالحديث يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي والكلام ما زال لعزب الحديث قدسي ثم قال تعالى ولعبدي مسان اسمع بقى الحربان فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي سبحان الله وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل سبحان الله بالله عليك أخي طارق أي مسلم يسمع هذه الحلقة يسمع هذا الحوار يجب عليه أن يستشعر ويستحضر هذا المعنى في ذينه إذن أنت لا تقرأ حتى لو صليت بمفردك لم تصلي في جماعة لو صليت سرا الصلاة السرية الظهر والعصر لو صليت صلاة الليل تهجد في الليل ومن الليل فاتهجد به تتجافل رمو عن ضاجع دعون ربهم خفهم وطمعا أمنوا قانتهم أناء الليل ساجدا وقائما يحضروا أخير توجه رحمة ربهم والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما لو قمت تصلرك عتم بالليل بينك وبين ربك ليعلم بك أحد الله عز وجل وتقرأ الفاتحة الله تعالى يحاورك الله تعالى يرد عليك قال ابن كثير رحمه الله تعالى ابن كثير الدمشقي وليس ابن كثير المكي فابن كثير الدمشقي هو المفسر صاحب التفسير القناني العظيم أم لا ابن كثير المكيفة من أصحاب القراءات في علوم القراءات قال ابن كثير الدمشقي المفسر أطلق الله في هذا الحديث لفظ الصلاة اللي العبرة إلى خطارق قسمت الصلاة والمراد القراءة مثل قوله تعالى في أوخ السؤال الإسراء ولا تجهر بصلاتك ولا تقافد بها وبتغي بين ذلك السبيل يعني بصلاتك يعني بقراءتك كما جاء مصرحا به في صحيح عن ابن عباس وهكذا قال في الحديث قسمت الصلاة بين عبد النصفين وهكذا فالمراده فالمراده بالصلاة اللي هي صلاة الفتحة كما أن المرادة بالصلاة في المرادة بقرآن الفجر في صلاة الإسراء في قوله تعالى قرآن الفجر مقصوب به صلاة الفجر أينها ترجمة نانسي قنقر